سفير خادم الحرمين الشريفين في قطر عبدالله العيفان أوضح أن العام المنصرم شكل علامة فارقة في تاريخ المملكة أصدر فيها العديد من القرارات الحازمة نعكست إيجابيا هذا العام الذي كان علامة فارقة في تاريخ المملكة حيث أصدر حفظه الله العديد من القرارات الحكيمة واتخذ الكثير من المواقف والسياسات الحازمة التي انعكست بشكل إيجابي ولله الحمد على الوضع الداخلي في المملكة العربية السعودية وعلى علاقاتها الدولية ودورها في إطار محيط الإقليمي والعربي والدولي